السلام عليكم ورحمة الله الناس في سوريا كما في كل دول الربيع العربي يريدون أن يحيوا كما يحيى باقي البشر في باقي الأرض والحقيقة أننا لو تأملنا في كل الشعارات وكل المطالبات التي رفعت في دول الربيع العربي لو وجدنا أنها موحدة تمام التوحد يعني الناس في سوريا يريدون مثل ما أراده وطلبه الناس في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر هي مطالب موحدة هذه الثورات قامت في بلاد عانت كثيرا من الظلم وعانت كثيرا من الطغيان وعانت كثيرا من الفساد وعانت كثيرا من السلب والنهب لذلك أستطيع أن أقول هي ثورات قامت من أجل الحرية والعدالة والكرامة وضد الظلم والفساد والاستبداد واليوم الثورة السورية ما زالت مستمرة وستنتصر وروح الربيع العربي لن تنكسر على خلاف ما يظن كثير من الناس لكن الثورات تغير المجتمع وتغيير المجتمع أمر استراتيجي دائما التغيير الثقافي هو تغيير استراتيجي ولذلك لا بد للناس أن يصبروا متى نقول أن الثورة السورية قد انتصرت أنا في ظني أن الثورة السورية تكون قد انتصرت إذا استطاع السوريون أن ينتخبوا من يحكمهم بملء إرادتهم من غير ضغوط داخلية أو خارجية فإن الثورة تكون قد انتصرت لماذا؟ لأن هذا الذي كنا نعاني منه كان يفرض علينا فرض الرؤساء والزعماء الخونا والوزراء الفاسدون وكان البلد يعاني من تحكم العسكر فإذا استرجعنا الحياة المدنية وإذا اختار الناس بملء إرادتهم من يحكمونهم فمعناها حصل قطع أكيد مع السنوات الماضية مع نصف قرن من الظلم والاستبداد والفساد وبدأت حياة جديدة لا ينبغي لنا أن نوسع المطالب لتكن مطالبنا مختصرة جدا ولنركز عليها بمقدار ما نستطيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته